أخيرا تم افتتاح متحف ثقافة القصر الامبراطوري في هونغ كونغ حيث تعرض 914 قطع أثارية ثقافية قيمة من متحف القصر الامبراطوري في بيكين وعند التجول في قاعات العرض التسع سترى اللوحات والخط الصيني والكتب النادرة وقطع الخزف الفاخرة التي يمتد تاريخها لأكثر من 5000 عام كلها تعكس عظمة الفن والثقافة الصينية القديمة سيتم عرض بعض القطاع لمدة شهر واحد فقط لتجنب التلاف المحتمل من الضوء والرتوبة أما المعرضات الأخرى فيمكنها البقاء في هونغ كونغ لأكثر من عام هناك أيضا قسم مخصص للمعرضات المتعلقة بالفن الصيني التي تحتفظ بها هونغ كونغ بالإضافة إلى منشآت وسائط متعددة مستوحات من متحف القصر الامبراطوري في بيكين هذا هو يأمر المسؤولون أن يساعد المتحف في تعزيز التقدير العام للتاريخ والثقافة الوطنية يؤعد متحف الثقافة لغصر الامبراطوري في هونغ كونغ مع المحام للمدينة حيث سيكون لسكانها الأمواسسة دائمة لتكذير الأثار من متحف القصر الامبراطوري في بيكين كما يوفر المتحف فرصا جديدة للمدارس والمجتمع للدراسة الثقافة ولفاني الصينيين لكن لحم من ذلك نريد تعزيز تبادلات الثقافية مع باري الرئيسي وريوات القصص الصينية للجمهور الدولي نتوقع أن نستقبل 1.5 مليون زايرة لسنة الأولى ومليوني زايرة في كل سنة بعد ذلك ترجمة نانسي قنقر